اداءة مهمة جدا في برنامج الاكسل لازم تعرفها وهي الساب توتل الساب توتل دي بتطلع لك المجموع الفرعي لأي بيانات عندك انت عايزها هنا مسلا عندي بيانات لمباعات شركة والشركة دي بتتعامل مع عدة شركات بتورد لهم منتجات فازاي تطلع بسرعة الاجمالي الفرعي لكل شركة من دول مسلا اشتروا بقديه او الكمية اللي اخدوها بقديه وهكزا اول حاجة هرتب البيانات ترتيب اب جادي ومن الاخر هنا في اختيار ساب توتل او المجموع الجزئي بس الاول اتأكد ان انا واقف على اي خلية من الجدول او نطاق البيانات اللي انا شغل فيه وبعدين اضغط ساب توتل هيفتح لقائمة هنا اختار هنا في اول اختيار انا عايز ايه اللي رتبه اسم العميل تاني واحدة او الوظيفة بتاعتها انا عايز صم عشان يجيب لي الاجمالي في حاجات تانية ممكن مسلا تختار المتوسط او الحد الاقصى والادنى براحتك انا اختار صم وبعدين من تحت هنا انا عايز يجيب لي الاجمالي المبيعات او الفلوس قد ايه ممكن انت تشيل دي وتختار الكمية براحتك وبعدين نضغط على اوكي هلاقي هنا جاب لي كل شركة الاجمالي الفرعي بتاع المبيعات بتاعتها قد ايه هنا الشركة العربية تحتها الشركة المتحدة وهكزا وهنا هنلاحظ ان فيه على يمين تلت زراير لو دست على الرقم واحد ده يجيب لي الاجمالي او هنا عندي اللي هو الاجمالي الكامل لكل المبيعات لكل الشركات تاني صفحة هنا بيجيب لي الاجمالي بتاع كل شركة الواحده قد ايه وتالت صفحة يرجعني لي البيانات اللي كانت بشكل كامل ده كان استخدام سريعا تابعني رايز تشوف فيديوهات اكتر من دي على كل منصات السوشيال ميديا متكارب.